بلغ حماسهم عنان سماء الجزائر وآفاق العالم الذي نقل أخبار الحراك لأشهر شبان الجزائر هم في عيد استقلال البلاد لا يبدون فرحين بالمناسبة عايشوها سنوات الحراك بزخم أكبر وفرحة وواعي لقيمتها التاريخية والتحرورية تغيب تلك القيمة في حياتهم الآن والمقدرون يرون أنهم لا يرون في البلاد مستقبلا يحيون من أجله في ظل سقف حريات متدن وأبواب السجون تفتح أمامهم بمفاتيح كلمة قد لا ترضي النظام وإن كتبت على منصة افتراضية في ذلك الحراك نسيت قوارب الحجرة غير النظامية وباتت الأحلام معها بما وراء ضفة متوسط أصغر بكثير من آمال كانوا يبنونها في شوارع مدونهم وهتافات لغد أفضل ووطن بمعايير تستحق العيش فيه بأمان إلى الأبد عادوا أدراجهم إلى القوارب اللامضمونة فيها رحلات الذهاب ومحطات الوصول يبدو مكذوبا قول رئيسة اتحادية الكرة اليد وقبلها مسؤولون آخرون باتوا سجناء في التأكيد أن الجزائر أحسن بلد للعيش وهم يغادرونه ما تسنحت لهم الفرص البقون فيه وفق مراقبين لا يرون في واقعهم الاجتماعي أي أفاق والسياسة باتت ساحة محظورة لمن يدنو منها مصير مجهول إن لم يكن مواليا للنظام وعدهم رئيس البلاد بتحسين أوضاعهم وتوفير مناصب شغل لهم وخصص منح بطار للتخفيف من أوضاعهم الاقتصادية لكن وعودا لم تتحقق وما صرف من منح لم يكن الحل وفق اقتصاديين تلك بعض أسباب أن تعجز الجزائر الجديدة عن ميلاد جيل من الشبان الرفعين لواء جزائر على قدر من التجدد السياسي والثقافي والحضاري يقول مقدرون وقد زهدت السلطات في الاستفادة من كفاءتهم